ونشوف نحاول نلمس مع بعض إيه هي الاختلافات الجوهرية اللي ممكن تغير من شكل الفريق اللي هيلعبنا يوم الجمعة اللي جاية نشوف أرقامه في دوري الأبطال لغاية النهاردة نشوف ترتيبه ومشاركاته في الدوري المحلي في غانا وبعدها نتكلم على الانتقالات والتغييرات سواء على مستوى اللعبين والجهاز الفاني يعني يمكن مباريات في دورة أبطال أفريقيا لعب الفريق أربع مباريات فاس في مباراة واحدة وتعدل في مباراة وخسر مبارتين سجل ثلاث أهداف واستقبل ثمان أهداف رقم سلبي كبير جدا خمس أهداف متوسط الفرص المؤكدة فرصة واحدة في المباراة وده رقم هجوميا طبعا رقم ضعيف جدا معدل التصويب حداشر تصويبة والأخيرة متوسط المراغات النجحة ستة في كل مباراة يعني أرقام بتوضح ولكن الأرقام مش كل حاجة العقام أنا أعتبرها في كرة القدم مؤشر ولكن مش بتديك المدلول النهائي يعني متوسط الاستحواز تلاتة وعبعين في المية متوسط التمرير ستة وسبعين في المية متوسط العرضيات خمسة وعبعين في المية متوسط الكرات الثلية واحد وثلاثين في المية متوسط خسرات الكرات مية اثنين وعشرين ونص وده ي pastel باين أنهما عندهم مزباص كبير جدا وأنهما دايما بيعتموا دوق على العرضيات أرقامهم مش فريق بيستخوز ومش فريق بيهاجم فريق عارف حدود إمكانياته وهو بيحاول آخر ست مبارات لميدياما بشكل عام يعني في الدوري ودوري الأبطال خسر من ينجي أفريكانس 3-0 وبعد كده في الدوري لعب خمس مباريات فاز في مبارتين بنتيجة 1-0 وتعادل في ثلاث مباريات وده اللي بيفسر الأرقام الهجومية الضعيفة اللي ظهرت في الإحصائيات اللي عرضناها لأن كمان بعد كمان رحيل اتنين من أبرز اللعيبة يمكن ما عرفش هنجيبهم على الشاشة نروح للماتشاط الدوري بما انا اتكلمت على مشاركاته في الدوري متراجعين طبعا في المركز الثامن بعد ما كانوا أبطال الدوري الموسم الماضي بيترجعوا في آخر ماتشاط آخر خمس ماتشاط لعبوها حققوا فوز وحيد وخسروا مباراة وحيدة واتعادلوا ثلاث مباريات يعني ما فيش مكسب نضيف عليهم المباراة السادسة اللي انت قلتها يانجي أفريكنز قسارة كمان فده معنى أنه على مستوى نتاج فيه تراجع وده ممكن يكون مرتبط شوية بالرحيل بعض الأسماع عن الفريق أبرزهم طبعا جونسان سواء اللي كان عليه الكلام كله واللي بالمناسبة اضطرت في مباراة يانجي أفريكنز أضع ركلة جزاء واضطرت في الدقيقة 94 في آخر اللقاء يعني حتى لو كان موجود معهم ما كانش هيقدر يشارك في مباراة النادي الأهلي كمان ماهيتش اللعب اللي كان عنده خطورة كبيرة في العملية الهجومية لفريق ميدياما أيضا رحل عن الفريق فأعتقد أن الفريق فقط أهم اتنين لعيبة ولكن يعني إحنا ديسا مش عارفين مسترع فريق نصر الليبي ومهاتش يراح ومش يراحل عن صفوف الفريق لكنه لم يلتحق بنادي آخر يعني منتدابات جابوا ثلاثة انتدابات طبعا مش هيل أنه جابوا من جولد ستارز الغاني كوبينة ده غاني محترف غاني محترف غاني كم سنة اللعب ده 26 سنة 26 سنة مركزه مركزه مدافع يعني محترق جابوا من الدوري الغاني وجابوا سنتر باك طبعا كوبينة برضو من الدوري الغاني من جولدن كيك برضو من الدوري الغاني أيضا جاي لهم من غير ندي يعني كانش يلعب في ندي مدوسط الأمر 26-22-24 لعبة يعني صغيرة في السن كلهم تقريبا مفيش صفقة رغم أنه نادي استثماري واضح جدا نحن نتكلمنا تقريبا في بداية المباراة الزهاب مع مديامن غاني وقلنا أن تقريبا منظومة مديامن غاني تعتمد على الاستثمار وهو بان جدا نادي استثماري وبان جدا أول ما ظهر عندهم لعبة ميازة هم عملوا يعني بعوهم مفكرواش أنهما ممكن لسه بينفسوا أنهما عندهم فرصة الصعود لأ هو واضح جدا اللي هو ده الهدف الأساسي من عندهم الاستثمار وده بان جدا في رحيل أبرز تنين لعبة عندهم في مديامن غاني وأعتقد كان بيشكلوا خطورة كبيرة جدا على كل المنافسين على مستوى الاسكواد اللي أنا اللي اختاروا مارسل كولر أو اللي جاهز للمشاركة في مشكلة عندنا يعني هلحسس أنه الغيابات هي طبعا قيمة الغيابات فيها أسماء تقيلة ومؤسرة لكن نكلم مع الشناوي سيبك من زونفولي وعمر كمال لأنهما لم يتم قيده حتى يعني سلام وكل حاجة بس لم يتم القيد الشناوي وكوكا وكهرباء لكن مروان الشناوي مروان عطية أليو ديانج أحمد نبيل كوكا أحمد عبدالقادر كهرباء كلهم لعيبة كان لها دور رئيسي أو لعيبة كانت مؤسرة لكن مع القايمة الموجودة طبعا دي صفقات متجمل يعني إحنا لو استعرضنا لقطات من التدريبات بتاعتهم ومستعدداتهم يعني إحنا لو استعرضنا غيابات النادي الأهلي علشان ما نوقفش كتير عند محمد الشناوي لأن إصابته مطولة فإحنا خلينا في الغيابات القريبة للنادي الأهلي هيفتقدها لمباراة أو مباراتين أبرز غياب بالنسبة لي أو مروان عطية لأن طبعا بسبب ترقم البطاقات فمش هيقدر يلعب المباراة أعتقد غير مروان عطية أنا ما مش شاف النادي الأهلي يعني عنده مشكلة بعد كده يعني أنا عندي مشكلة في رقم 6 لأن أحمد نبيل كوكا مصاب ومروان عطية كمان مصاب وهي دي وآليو ديونجي مصاب طبعا بيعمل فالتلاتة دول اللي بيشاركوا في مركز 6 سكوادي النادي الأهلي اللي سافر غانا مفوش غير اتنين فقط بيلعبوا في مركز 6 أكرم توفيق ومصطفى أبو الخير لو أنت هتتكلم بالحسابات بالمنطق هتا كولر هيروح